إذن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من العاصمة اللبنانية بيروت نذهب مباشرة إلى مراسلتنا في بيروت ولكن في ساحة رياض الصلح ليلة خليل ليلة آخر المستجدات لديك يعني آخر المستجدات هي في ساحة رياض الصلح الوضع هادئ ولكن هناك لا يزال الكر والفر يحصل المتظاهرون على ما يبدو تراجعوا باتجاه جسر الرينغ هناك اقتحامات بالجملة وزارة الطاقة وزارة البيئة وزارة الاقتصاد وزارة الخارجية أيضا جمعية المصارف تم اقتحامها وتم أحراق الأوراق والمستندات وهناك تخريب يحصل أيضا كان هناك معلومات عن أنه قد يتم اقتحام مبنى تلفزيون لبنان في منطقة الحزمية وهناك تعزيزات أمنية بحول المبنى تحسبا إذا ما كانت هذه المعلومات صحيحة أيضا القوى الأمنية أتت بتعزيزات إضافية في الشارع الشارع الذي يؤدي باتجاه مبنى العزاري نزولا حتى وزارة الاقتصاد والبيئة عشرات الجرحة من هذه الاشتباكات التي من المفترض أن كانت أن تبدأ سلمية وتحولت إلى عنف واشتباك مع القوى الأمنية راح بنتيجاتها عشرات الجرحة وأيضا قتيل من قوى الأمن الداخلي في فندق لو جري كما بات معلوما كان يحاول مساعدة الأشخاص المحتجزين داخل الفندق ولكن أحدهم دفعه في غرفة المصعد وما أدى إلى مقتل هذا العنصر من قوى الأمن الداخلي كان هناك أطلقت القنابل الغاز المسيل لدموع بشكل كثيف جدا أيضا كان هناك اليوم كلمة لرئيس الحكومة عقب هذه التظاهرات ولكنه لم يتطرق إليها رئيس الحكومة لبل قال بأنه مستعد أن يقترح على مجلس الوزراء يوم الأثنين كما بات معلوما هناك جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر يوم الأثنين سيقترح أن يتم إجراء انتخابات نيابية جديدة ولكن هذا الأمر رأاه بعض المتابعين بأنه هروب من المسؤولية هروب ورمي كرة الكرة الآن في ملعب الطبقة السياسية أو الأحزاب التي يعلم ويدرك جيدا أنها لن تقبل بانتخابات نيابية مبكرة وهذا ما يطالب به الشارع بطبيعة الحال أيضا اليوم كان هناك استقالة لعدد من النواب من كتلة الكتائب النيابية من حزب الكتائب وأيضا بعض النواب المستقلين الآن الأجواء هادئة في ساحة رياض الصلح ولكن لا نزال نسمع كل عشر دقائق أصوات الإسعافات وأصوات القنابل الغاز التي ترمى باتجاه المتظاهرين